دراجات حرارة خمس مدن مغربية تحطم أرقاما قياسية سجلت عدد من المدن المغربية أمس الثلاثاء دراجات حرارة قياسية تعدت 48 دراجة في بعض المناطق حيث سجل المحرار بمدينة قصبتادلة 48 دراجة وهو نفس الرقم سجل بمدينة بني ملال وطاطا ومن المتوقع أن تستمر دراجات الحرارة في الارتفاع اليوم الأربعاء حيث من المنتظر أن تعرف عدد من المناطق تسجيل أرقام قياسية جديدة في دراجات الحرارة أعلاها بمدينة آسا جنوب المملكة إذ يصل المحرار هناك خمسون درجة تشير التوقعات إلى تراجع موجة الحرارة التي تشجاح البلاد ابتداء من مساء الخميس 25 يوليو على السواحل الأطلسية لتشمل باقي مناطق المملكة تبعا بدءا من يوم الجمعة